طبق الدولمة الشهي ما أصله وقصته للدولمة كما يطلق عليها أهل العراق عدة تسميات أخرى المحشي في مصر سارما في دول البلقان يبرأ في سوريا ورق الدوالي في فلسطين والأردن فندق الغلة في تونس يقال إن الدولمة طبق تركي الأصل انتقل إلى المنطقة العربية مطلع القرن السادس عشر فطورته كل دولة حسب محاصيلها الزراعية وتفنن في إعداده أهل العراق الذين أضافوا إليه اللحم لكن رواية أخرى تذهب إلى أن المحشي سابق للعثمانيين حتى إن ابن الرومي الذي عاش في زمن الدولة العباسية قد تغنى به في أشعاره وباذ جان محشي ترى يعوم كعنبر في دهن باني كلمة الدولمة تعني الانطلاء والحشو يمكن أن تكون طبقا رئيسيا أو من المقبلات تحشى بالخضار والأرز واللحم المفروم والبقدونس والبصل والمطيبات والبهارات وتطبخ في المرق حتى تجهز وتفوح رائحتها الزكية هل تعدون الدولمة أو المحشي في بلادكم؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر